المصروفPM طرف بالرحمة المص sensations والولي نزل رركت بالمصار مصروف خبرنا قلي still اي اكيد شغلة هي حلوة لازم يكي نبلش فيها وفي كتير كتب باللبناني بس رواية باللبناني بعد ما في على حد علمي وعلى حد علم دار النشر يلي عم بيشتغل معهم يلي هني دار الجيل للطباعة والتوزيع نعم اخترت اكيد يعني بحس اول حدا او اول سؤال بيجي على بال الشخصي اللي عم يعرف انه رواية باللبناني هو رواية تم نحكي عنه بعدين ليش باللبناني لانه انا من زمان عندي موهب اكتب ولما اكتشفت انه عندي الموهب بيعمل اصص وشخصيات واربطهم ببعضهم كتبت بغير لغات كتبت بالانجلش كتبت بالفرانش بس لقيت انه ما عم بيشبه حالي مزبوط بالعربي الفصحى كمان انا بشتغل بكتب كمان بالعربي وشاطر مش انه مش شاطر بس كشي خاصه فيي لقيت حالي لقيت اللغة العربية بعيدة عن شخصيتي شوي بعدين ما بتعتقد انه قرب للناس يعني اليوم صارت الحياة مبسطة اكتر العالم صار فيه سوشال ميديا قدامها انترنت بيحكوا باللغة المبسطة الخفيفة حتى ما بقى نشوفها لقد اهتمام بالاشعار والكلام الكبير صارت البسطة قرب للناس وهي اكتر يعني القصة اكتر قريبة لحياة اليومية يعني لما يقرية الشخص كما عم بقرية رح يضحك كتير فيها كتير يعني شي بيشبه اللبناني فاحلى باللبناني كان فيه شوية بالاول تحدي انه عم بعمل شي ممكن الناس ما تحبه بعدين ايمانت فيه ولأ عم بلاقي انه الناس اكتر عم بتحب انه لبناني وكلهم عم بيقولوا انه شي جديد بعدين عم نتوجه كمانا لأوديونس شوي صارت اصغر مظبوط يلي ما بتحب مع احترامي للغة العربية ما بتحبه اوكي هيدا فيون يفهموا يعني مين ما لكن شو عم نعمول يعني احنا هوني أنا برأيي عم نحافظ على الكتاب انه يبقى في كتب للأجيالي اللي جاية نعم وعم نحافظ كمانا يعني عم نتوجه بالحرف العربي كمان عم نحافظ على الحرف العربي اوكي وعم نسقف بطريقة جديدة عرفتي كيف لأنه لما نكذب على بعض اليوم ما كتير بيقروا عربي الناس فانا قلت هيكي بنكون جامعنا كل شي وعملنا كل شي شاربيل ادي اخد معك وقت تحضير قبل ما نحكي بتفاصيل الكتاب هو من ثلاث سنين جيت اول هو هو الكتاب قصتين اول قصة اسمها بليلة تلج وبرد مش برد 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 هو حبيت البرد اللي بينزل قبل التلج وتاني قصة هي مخبى الامر اول يعني ثلاث سنين بلشت اكتب اول قصة بليلة تلج وبرد لما خلصت شخص صديقي يلي عم يشتغل معي كان على الاديتوريال طب بقول الكتاب جوشوى دكاش قال لي انه ليش ما بتفكر تكتب قصة تانية وجمعها بكتاب لانه في كتير كتاب بيجمعوا قصة صغيرة بكتاب صحيح حبيت الفكرة قلت له بس بدنا ننطر فكرة لتجي انو بتعرفي رانا ما فينا هيكي فاجأة نطلع بقصة اكيد فانا طارت شوي وبلشت بمخبى الامر كمانا سنة تانية وسنة تالتة تحضير لانو اكيد بيخد كتير وقت اول شي بكت مزمور منا هيري تتفق مع دار النشر عنا ديزاينر عندك تصليح وبترجع يتصلحي وبتضالي تصلحي لقي يعني انا من شهر صلحته اخر مرة قبل ما نطبعه على الاخير وتحضير يعني بيهلك ففيك تعتبره ثلاث سنين بس بحس للبروجيات للي بتجي سنتين هي بتكون يعني سنة بتكتبه وسنة بتحضره اكيد شك لك بلشت فكر بالبروجيات بس قبل ما نحكي عنا اول رواية قلت لي بتحمل عنوان بليلة تلج وبرد عن شو بتحكي هذه رواية بليلة تلج وبرد تحكي عن مرة البطلة اسمها ويداد هي عايشة بضيعة بس مننا كتير يعني ناس بضيعة ما بيحبوها كتير بليلة تلج وبرد بيجي لعنده ضيف يعني بالصدفة بيجي لعنده الضيف وبتبلش العصفة هيكي تقوى فبتقلو خليك عنا انو بقي عنا هاليومين لكانت تخلص العصفة هو من بلد بعيد ام قال لها بس شو بدون يحكوا عنا الناس انو ارجع زلمي غريب لعني هو صغير يعني اصغر منه بشلتين سنة الصبة انو اجع لعنده زلمي غريب قالت له قالت له انو شو ما يحكو يحكو حكي الناس ما بيقدم ولا بياخر وبيبقى عنده ليلتين هي كتير حلوة هني هني هولي البطلين بس بيفوتوا من نوقت للتاني كاركترات هيكي كتير سنوية بس لتكون القصة عم تمشي ويكون فيها كتعم حلو القصة التانية محبى الامار بس لكفيلك لا ما خلصت فهي بتصير يعني بسيناريو كتير مهضوم بين مرة كتير عفوية وزلم جديد على البلد ما بيعرف حتى بالتلج مش شايف التلج يعني وهي بتحب تشرب منبيض فحلو اول قصة تنقرة منبيض ويبقى حد الشمينة وحد الشمينة هلأ وقتها هلأ بالاخر يعني ما بدنا نفقص شي بس اكيد بالاخر بيتبين انو زيارتها شخص منها بالصدفة لويداد فبيطلع في شي بربطهم يعني اللي رح يقرأ القصة رح يعرف حبت شو بالاخر شوأت عارف You're a good storyteller من هالجملة فان شاء الله تحب هلأ حبت شغلير انا لما كتبتها كمانا كنا بزمن البربارة فيها بأول شابيتر فيها سيناريو صغير عن البربارة فهلأ عم برجع فاكر انو كانت من يومين وهلأ كيف سيئة بيت شربل يعني هلالروايات اللي كتبتها هي قصص يمكن صايرة معك بالحياة ما شاهد شيفة ولا لا كله من نسج الخيال كله اللي عم بتقولير انا من قصص اكيد صايرة معي انا واكيد من نسج الخيال يعني مثلا اول قصة انا القصتين استوحيتهم من بشري اوكي اول قصة هيك فيه على تحت كتدرائية مرسبة في درج قديم بطل قديم هلأ ظبطو لانو صار فيه ببدان حكي بهالموضوع بصار فيه تندنسي كل شي قديم يعملوله رينوفيشن اوكي فكان فيه درج قديم وبيت هيك مكسر وحيق لي البيت انه في حدا ومن شكل البيت استوحيت القصة وهي القصة عدرج اسمها الضيعة دراج الجبل اوكي فكتير شبيهة بشو موجود على ببشري بهيدا كحي اوكي اكيد مش كناس يعني هون فيه شوية ناس سائلين بهالقصة شكتك انه اللي بشري مش سائل لأ لأ تاني قصة بمخبى الامر اكيد تحييلك اللي هالي بشري انا بحبونا قددني بمخبى الامر كتير فيه جواب شري كتير يعني لما هو بمخبى الامر لخبرك عنه هي قصة اللي انا كتير تشبهني اللي بحبه كتير واللي تحمل عنوان بتحمل عنوان الكتاب وهيضا البطل تبعوله واللي على قفة الكتاب البطل يتبعوله يعني بس كلهم وجوهن مش مبينين هو حلو يترك للقارئ انه هو يتخيل صحيح اوكي شو بيحكي شو بتحكي رواية مخبى الامر مخبى الامر تحكي عن مصور يلي هو هون قدامك على الكوفر الاشخاص يلي على فيسبوك فيهم بطريقة على البروفايل عنده او هاشتاج مخبى الامر وبيشوفوا كل يلي عم نحكي عنه هو البطل بيجي هو بيهو ومصور بيقرر بفترة معينة قبل ما يبلش شغل ويفوت بمسئوليات الحياة بده يعمل تريب هيكي لبلد ما بيعرفه لمنطق ما بيعرفه وبيوصل على ضيعة خلينا نترك يعني ما نسمى بالأساملة تبقى المفاجآت فبيوصل على الضيعة وهي كتير حلوة الضيعة اول ما يوصل على الضيعة بيستقبله بتعرفه اجواء الضيعة يعني اللي بيعرف اجواء الضيعة كتير رح يحب القصة ورح يلاقيها كتير حقيقية هول صور فيكي تعتبري انا شو بشوف الناس كيف تحكي مع بعضها نزلتن هون مع شوية خيال كاركترات اكيد فوتت مش حلو كل شي يكون ماشي حقيقة يعني بتكوني عندك مثلا في صبي صغير يعني خيين صغر واحد فادي واحد شادي انا كتير بحب غنيت فيروز وضع شادي فواحد منهم انا ناسي مين هلأ بالقصة مين اللي مش موجود بالقصة اللي بنحكي عنه كحدا مرأ بالحياة بس هو ما خصوا بالقصة هيك بيقطع بشابيتر واحد عرفت كيف بس بيحت بصمة بمحل معي مزبوط هلا هي القصة كيف بتصير هيدا المصور بيرجع بعد خمسين سنة على هي الضيعة بتكون كليا اتغيرت يعني ما بقى فيها حدا وبيصير يخبر كيف اجا اول مرة وشو صار وليش تغيرت ضيعة ليش بطل في ناس بالضيعة وليه اخترت انه ليه اخترت هول روايتين يعني هول قصتين ما بحرف انه اجوا الافكار بس بتاني بحسيتها هيك ويمكن في شي بيشبهك الاول واحدة رانا بتحكي شوي عن حب مستحيل ازا بدك انا مني كتير شخص رومانسة انه مني مييل للرومانسية بس انه كان تجربة اللي اول تجربة كقصة وحبيتها كتير يعني والتاني تشبهك اكتر يمكن التاني تاني انا يعني انت ازا بتعارفيني رح تعرفي ان انا عم بكتب وازا ما بتعارفيني رح تتعرفي علي هايدا انا تاني تاني قصة مخبى الامر ومن هيك يمكن اخترت انه يكون تكون هالرواية حاملة عنوان مية بالمية ليه مخبى الامر كتير حلوعة فكرة العنوان رائع رائع جدا بدنا نفضح او ما بنفضح لا بق عندي ممنوع لكي رانا كتير اشخاص لما اصعب شي لقيته باول قصة كانت الاسم من اول شابيتر اصعب شي تلاقي الاسم من تاني قصة عم تكبر القصة عم بيفوت فيا كاراكتيرات هلأ بنحكي شوي فينا نخبر شوي عن القصة مش مشكل بس كان صعب كتير كيف دي لقي الاسم يعني يعني كنت بلاش تصلي انه بدي اسم للقصة واز بيطلع الاسم مخبى الامر كتير ناس مفكرين انه انا رح برم على الامر انا مش عم برم على الامر الامر ما عنده مخبى يعني لا يتخبى بس رح عاتيك هيك شوي بغموض شوي صغير يعني الامر هو كتير حلو بس مخبى الامر ما حدا بيعرف لما انت تروح تتخبى ببيتك بتبيني ع حقيقتك بتبيني بتبين رانا اللي ما بيعرفوها الناس رانا حلوة على الهون وين ما كان بس ما بتعرف الامر بمخبى ازا بيكون حلوة او لا الفكرة من القصة انه الضيعة اللي هو فيها هيدا الزلمة وان شاء الله ما كب اللي لازم ما ينكب على الهوالي يضل في شي لالقارق هو يكون عم بيحرقسه بيها الضيعة كل شي بيرفكت بيبين كل شي حلو بيبين الناس حبو بين طيبين بيعزمو للشخص على بيعملو له سهرة سهرة احتفال ببيت المختار اول ليلة وبيجيبو له اللي بيعرف يرقص بيصير يرقص ويغنى بيصير يغنى بنص القصة او برابع شابيتر يمكن كل شي بيرش يتغير لان هو بيلاحظ انه المختار عنده بيت كتير كبير انا سميته بين مزدوجين قصر المختار وبيتلاعق بيطلع انه بيوت الضيعة مكسرة ضيعة منسية هي ضيعة ما حدا بيعرفها يعني اللي يوصل عليها بيوصل بطريق صغيرة مزوية يعني اللي مش قاصد الضيعة ما بيعرف يوصلها فبيتلاع هالزالمة بيقول انه ليه بيت المختار هالقدي حلو وهالقدي مرتب وعنده خدم ببيت وعنده اكل والناس بتموت جوع برات لي يعني بيطلع برات بيت المختار كله غير فبيصير عنده هو لانه بيطابعه حدا ادفانشرز لانه أنا ادفانشرز هيك حشور بهيك شغليات بيقرر بده يكتشف شو بيصير بالضيعة ومن وقت ما بيقرر هيكتشف شو السر يلي مخبب بيهاي الضيعة انه في شي بيهاي الضيعة ليكون هالفرق بين الاهالي والمختار بتبلش تتقلق تتبدل القصة بتبلش تشوف الاشخاص يلي فكرتيا منيحة بتبلش اشخاص منها منيحة بيبالش عندك كاركترات جديدة تطلع عندك وبيكون ع اساس مخصة بالقصة بتطلع هي عم بتساعد بتوالي احداث القصة شربل يعني عهيك عم بتصفح شوي الكتاب ما دخلت له صور الا قليل لا بكل شابيتر في صورة بس انت بعد ما شفت اليون اه احنا اه مصبوط باول قصة دخلنا رسميت يلي ديزاينر هو جان مارك رحمة بوجهه تحديد كبير تقلين حكي عن الاشخاص اللي نفزوا معك يعني هيدا الكتاب اه لنا اول شي الاديتين كان لجوشوا داكاش هو رفيئة اه وانا ما اخترت حدا ضليع باللغة العربية لانا اول شي عم بكتب لبناني صح تاني شي ما حبيت حدا يغيرلي كتير بالافكار يعني احنا اكيد زبطنا افكار عدلنا افكار اشتغلنا عستراتيجية للقصة لتكون منطقية انو انت عم تقدمي شغلة لازم تكون منطقية صح يعني ازا عم تقني ما تقولي هيدا كيف مات مسلا بالقصة اه وباللبناني فما مش مضطرين كتير نلحق قواعد عربية الحقنا قد ما فينا بس انو بالنهاية هيدا فريستايل لبناني اتفريستايل تحية او يعني الاشخاص اللي ضليعين باللغة العربية ورح يقروا الكتاب معقول يلاقوا قصص اه يعني مسلا يمكن هون تكون اه اه تا طويلة انا حطيتها تا مربوطة حسب وزنة مسلا بشي شاعر حسب الوزن ف يعني لازم يتقبلوا هالفكرة لانو شوي فريستايل بس محترمين القواعد لأقصى الحدود اوكي استعملت الحرية متل كأنو واحد عم بيحكي باللبنان بس عم بيحول هالكلام لمطبوح اكيد مع احترام القواعد الاساسية باللغة العربية طبعا اه الديزاين كان لجان مارك رحمة الشغلين انا وياك ازا بروجيا قبل وبيحب الديزاين تابعوله اول شي لانو بيعتيك حرية اصلا كتير حلو كيف مكتوب بدايون يفوتوا يشوفوا على البيج الخط الخط نحن هو يرسموا جان مارك يعني الفونت مش موجود لوين ما برموا عليه جان مارك هو يخترعوا اخترعوا اخذ شي ثلاثة أيام ورا بعض لقدر تلعبي هك شي حلو اول قصة هو اختار الرسمات وعدل فيهم تاني قصة لانو صار عنا ديء بالوقت فانا اخترت صور من عندي ونزلني هون بالقصة ونزلتم بالقصة شربل كيف تجتمعت مع دار النشر دار الجيل بالصدفة كان في حضا عام الكتاب وانا بعرفه عم بركله بالكتاب وسألته قلت لو انا عم حضر ده دمت ثلاث سنين عم حضر لكتاب وعطاني رقم دار الجيل ورحت وكتير حبوا الفكرة انو باللبنانة وكتير حبت التعامل معهم يعني مش متعامل مع غير دور نشر بس عاديوني فكرة كتير حلوة بحس يمكن هني كيف بيتعاملوا يعني عندك حرية بكل شي يمكن في دار نشر بيجبرك باللوغو طيب عالون انا مش جبريني باللوغو قالولي ازا ما بيمشي ازا مش ماشي مع الكتاب حطو مثل يعني بالطريقة اللي بدكيها مش ضروري على الكفر من بره انا حطيتو على الباك كفر جوه ما تدخلو يعني وسقو فيك والمهم هني بدون شي يكونوا مرتب لإلن ولإسمون وحبو يعني اعتبروه كمان انو اول مرة بيعملوا كتاب بالعربي باللبنانة عفوا هني بيطلعوا على دول عربية وكتير سهلين وكتير انا شخصيا للاشخاص اللي بيعرفوا بكيف بالتعامل بيصير انا شخصيا كتير رتحت معهم انا ربحان معهم كمان خاي كتير منيح بنجلون تحية لكن لدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع كمان هنك عم شف عم تصفح الكتاب في اسس مكتوب بخط اليد كأنه بفاتر اصر المختار هيدا شاب بيتر كل شاب بيتر مكتوب هيدا خطك هيدا فكرة جا مارك انه يحط اكتر مني بالقصة في بخط ايدي كل شاب بيتر مكتوب بخط ايدي وكل سينوبيسس عن القصة بالاول قبل كمان بخط ايدي مكتوبة يعني بتشرح بسينوبيسس بنقصد انه بنشرحها ايه عالراجون احنا شارب مصبوط خبرنا قبل ما نختم شارب بلش مبارح توقيع الكتاب بالبيال واليوم كمان مستمر وين وكيف والوقت اوكي بس لاقول شغلي قبل لا اكيد لا نعطي حق لك كل الاشخاص بدي اقول شكر كتير كبير لرئيس بلدية بشر الاساس انتونتو لمادام روز شويري وللزميل الاعلامي ميرا يعيد يلي هني دعموا طباعة الكتاب بدي كمان اقول انه فيوني فوتوا على شارب الرحمة دوت كوم يلي عم يقروا الكتاب بس لانهو بس للكتاب في نجمة حد الكلمات البيور او بشرانية او بيور لبنانية في ناس ممكن ما تفهمها بس في تفسير لالا يعني وابسايت كتير بايزك فبس لعم يقرأ الكتاب بيقدر يفوت على الوابسايت حبيت كمان ها اول مرة حدا بيعملها ايه يعني عامل تفسير للكلمات البشرانية او في الهاللهج اللي ما بيفهمها وكل العالم مزبوط بيفوتوا على الوابسايت فيها نعيدو شارب الرحمة دوت كوم ايه وبيكون كل التفسيرات موجودة وكمان بعتقد كل التفاصيل كمان على الوابسايت فيون يشوفوا الفيديو الخاص بالقصة لانو احنا عملنا فيديو صغير كمان اول مرة بيعت بيتم اعلان لكتاب عبر فيديو التقيع اليوم مبارع ببيال كان من ستة لتسعة اليوم كمانا من الستة لتسعة ببيال بيدار الجيل رحقلهم بيفوتوا من المدخل على اليمين ما بيضيعوا السبت الجاية الامضاء ببشرية رح يكون في احتفال كمانا كتير كبير وهايكي ونحن كمان يا شربل نقول لك مرة جديدة المبروك وانا كمانا اليوم رح كنا تحت بالبيال بلقي كل العالم كمان يكونوا موجودين ويشجعوك ويشجعوا هالموهب الجديد ويشجعوا الفكرة الجديدة يشجعوا كتاب مخبى الأمر لان احنا بحاجة لأشخاص مثلك اليوم كمان يكونوا عم بحطوا افكار حلوة وبعتقد انا بعرف افكارك كتير منيح بعرف الجنونك الحلو وانا اكيدة انو الكتاب رح يكون اكتر من رائع شكرا لألك شرب الرحمة اي شيء اضافة بتحب تزيدو لا ناطرون اكيد 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 ناطرون الليلة بالبيال وبنبسط كتير لأشخاص يلي رح يجو يشجعوني تانكيو اهلا وسهلا نعيم نارسي كتير يعني انت صديق عزيز بتعرف قديش أنا بحبك شكرا لألك شرب الرحمة